السلام عليكم انا عيسى. عليكم السلام. ان شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله تفضل. بس من غير تجاوز. طيب انت شيعي? تسمعني? ايوة شيعي. تفضل. بس من غير تجاوز وتقليل وتاكلني بالكلام. تتلك لي عمو انت ستدوتش. تفضل بالراحة. لأ 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 اسمعني. يعني مش مشاطرة بالكلام. يعني ما عنديش تلفزيون. اه عنوان الحلقة تبعك ايه? اه كنت جابت فيديو للسلقلقي ياسر الحبيب. تعرفو? اعرفو طبعا. بتحبو? لا طبعا احنا مثل ما عدكم انتو الصوفية ما بتحبوهم محسوبين على هل السنة. عدنا السلقلقي والبلقلقي اكيد محسوبين علينا. طيب السلقلقي ايه ايه هي العقائد اللي السلقلقي ياسر الحبيب بيقولها ليست موجودة في كتب الشيعة. في كثير اكيد. زي ايه? في كثير ما موجودة كتب الشيعة. طيب اتفضل. اه هو كان احنا كنا بنتكلم عن الشرازية وكنا بنتكلم لابد للشيعة العقلاء ان يتبرؤون من الشرازية. بس اه يا رامي انا عاوز اتكلم معك بالعقل. يعني ما كل اللي انت تؤمن. اسمك ايه? انا معك ابو علي. مع ابو علي. ابو علي من اين? تتصل من اين? من المانيا? شغالي في المانيا? لا لا انا بالعق. بالعق بس رقم الماني اللي زاهر. يعني ممكن هو عد يعمل ايه واساب الماني ايا. شغالي في العراق يا ابو علي. ابو علي العراق? شغالي. اه يعني الامور الخصوصية مو بالضعوري انه ندخل بها. خلاص بش مهم انا عاسف انا عاسف انا عاسف سؤلتك انت انا سألتك انت شغالي. طب بتاخد كم في الشهر. وعلي من العرار. اسمعني. طيب انا اسألك نفس السؤال. اسألك نفس السؤال. نعم. ما تزعل مني. احنا اتفقنا انه نتكلم من غير تجاوز. اكيد. اتفضل. وحفظه الادب. اتفضل. بالاخير تسمي نفسك مسلم. والمسلم اه دليل المسلم اخلاقه. صحيح. احسن. احسن. انا ممكن اسألك نفس السؤال. انت لما فاتح هذه القناة لوجه الله تعالى. اه الحمد لله حتى بص خوشي كده ما بعملش اعلانات ممولة ولا حاجة. لو عندك انت. ما تدعم يا ابو علي. اشتغل معك في العراق. انت بتاخد كم في الشهر. يا عم بلاش يا عم. مش اسألك في الحاجة دي يا ابو علي. خلنا نرجع تاني. ونتكلم في الاصل اللي كنا بتتكلم في. يا ابو علي. احنا بنقول ان عقائد الشيعة مخالفة للقرآن الكريم. وبنقول للشيعة. هل يوجد عندكم عقيدة واحدة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. تفضل يا ابو علي. اه رامي رامي. لما سألتني سؤال. انا حاب اسألك نفس السؤال. انت فاتح القناة لوجه الله تعالى. اه الوجه الله. اه اسأل الله ان يكون كذلك يا ابو علي. اكسم بالله معطل سفريات ومعدل اشياء فيها يعني اجور مالية لي. يشهد الله معطلها علشان اله علشان البث دوت. فاسأل الله العظيم ان يجعله خالصا لوجهه. والله يعني قبل البث ببقليل. بقليل. يمكن باقل من نسبة ساعة. جاءني اتصال ان المفروض اسافر اه اه ومعطل واعتذرت. يعني سفر سفر نفعلي دنيوي يعني عملي. والله العظيم موقفت السفر. لي يا ابو علي علشان يشهد الله علشان البث ده عشان وبين لك ولامثالك الحقيقة. فاسأل الله ان يكون كذلك. انا لو بتكسب او انا يعني عايز اتكسب كثير سهل القناة ده خلي كثير جدا. بفضل الله يا تبارك وتعالى واللي بيفهم يعرف. بان انا افتح الاعياناتك المولة وسهل سهل بفضل الله يا تبارك وتعالى هتدخل لي كثير. بس انا في قلبي شيء اتجاه الاعلانات المولة اللي هي فيها موسيقى وتبرج وشيء. في قلبي شيء. ولا انقر على احد يعني انا لا اقصد الانقر على احد. لكن في قلبي شيء. نسأل الله ان يعودنا خير. الشهد يا ابو علي بقى بالله لك انا كنت باسألك انت شغال ايو بمزح يا ابو علي والله. احنا لسه طلعين من صيام يا ابو علي. يا ابو علي صايمين واحنا لسه الفطور لسه فاطرين من شوية يا ابو علي. فببزح معاك. خليك كده يا ابو علي. خليك كده. انا باسألك بقى عقائد الشهر موجودة في القرآن. طيب طيب. حبيبي حبيبي. حبيبي حفظك. امين. تؤمن بالله? لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد وصلنا الله. محمد ربا. قسم الله يبو الكعبة لا حسدا بالعيشة ولا تقليل تقليل من شأنك ولا ولكن انا حبيت اسألك. مو مو بروح تسبيط لا قسم بالله. ولكن اكثر اللي يفاتحين قنوات دينية يناظرون الشيعة او من الشيعة يناظرون السنة. انا حتى اكون عادل بالكلام. من الطعفين. من المكسب الشخصي. من اليوتيوب. حتى يدخلون بجيوبهم الاموال. اما او اما عليش استنى انا اتكلم عن اخواني اهل السنة والجماعة مثلا كوليد عامل اعلانات ممولة. واشرف عامل اعلانات ممولة. انا اعرفهم معرفة شخصية. الناس انا اعرفهم دينين. انا اراهم افضل مني. يعني وليد افضل مني هو واشرف بمراحل. يعني كعلميا او دينيا او اخلاقيا او ادبيا. انا اقل لواحد من الاخوة اهل السنة. اللي بتشوفهم على اليوتيوب دول كلهم. ونسأل الله ان يوفقنا واياهم للخير يا رب. فبالله عليك يعني ننقل. انا ممكن معاك انوعد اللي ما بيتكسب. وانا اعرف لانه كان في خلافة ابو لحيا ونوصي دول. وده دول سارة الصلق لقية امير دول سارة. المهم بالله عليك خلينا ننزيب الموضوع دلوقتي ونرجع انا وانت يا ابو علي الله يسعى ده. انت شيعي. انت ليه شيعي يا ابو علي? انت ليه شيعي? انا شيعي شوف. اسمحلي. اسمحلي. اه ممكن انت اه ممكن انا في اشياء بدينك. لان احنا انت دو انتو دين واحنا دين. متبقين. ليه كده يا ابو علي? انت تستنقل انفسنا. مش احنا انفسك. لا لا انتو مو انفسنا. انتو انفسنا. كده يا ابو علي ازعل عمك السنة منك. قال السنة انفسنا واحنا الحتة. تفضل يا بعد. ايه لان في سوء بانفسنا في السستاني. لما قال انتو انفسنا انتو السوء من انفسنا. فانتو دين واحنا دين. انا مو تقليل ولا اساعد للأدب. طيب. ولكن هذي حقيقة نقولها. حتى لا استعمق. يعني حتى لا كنتقي وكذاب. نعم. مو من الاحسن الانسان يكون واضح وصحيح ولا يكون كذاب. طيب. احنا دين وانتو دين. ايه دينكو بقى? عرفني ايه دين الامامية دوت? يعني وقائم على ايه? تفضل. شوف. مثل ما انتو عدكم عدة مذاهب. وعدكم متؤمنون بعشياء. احنا نعم نفس الشي. ممكن احنا اكثر اكثر شي دينة نؤمن بالغيبيات. ايه ده الامان بيعلم الغيب? الامان طبعا يعلم الغيب. طيب ربنا قال قل لا يعلم ومن في السماوات والارض الغيبة الا الله. نعم. الا ما شاء. اه كيف الامام يعلم الغيب? لا اقول لا يعلم ومن في السماوات. الا ما شاء. ما فيش الا ما شاء. انت هتحرف في القرآن يا ابو عالي وانا قاعد ما ينفعش. ما فيش كل يعلم ومن في السماوات والارض الغيبة الا الله. ما فيش الا ما شاء. اسمع. اسمع. اليوم لو انت عاوز اه تروح للزمالك. او عاوز تروح الاسكندرية. تقول انا انا حاوح ولا تقول ان شاء الله. ايش. 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 بس الاي ما فاش ايش. طب قل لي الامام الامام طب ماذا استفاد الا ائمة من علم الغيب? قل لي واي امام استخدم ولايته في علم الغيب. اتفضل. يعني المظلومية اللي وقعت على سيدنا الحسين واهال البيت اه لو لو ابا هذا الظلم اليوم الناس مت استتكر. لا 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 بقول لك اه 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 فهمني يا ابو على الله يشرح صدرك يا رب. استفاد الامام الحسين ما معتقدك كده اللي انتو دين غير دينة الامام الحسين اكبر انتحار جماعي حصل في التاريخ هو للامام الحسين ومن كان معه في قربلاء ليه استغفر الله يعني انا بضرب لك مثل لان الامام الحسين عندك يعلم الغيب فيعلم الغيب الامام الحسين وبعدين مع علمه للغيب يأخذ الاتفال والنساء والصبيات ويعلم ان عبدالله الرديع سيأخذ السهم في رقبته وسيموت انا اعرف ان ابن هيعمل حادث وسيبه يخرج ازاي اعوذ بالله اعرف ان النساء هيكونوا سابي زوجتي هتكون سابي عند كافرين كما انتم تقولون وبعدين اخذها وديها لكده لا دا الامام الحسين يعني انا زعلان اولي الامام الحسين عمل كده وهو يعلم الغيب الامام الحسين اولا انغدر هو ذهب لانصاء الحق قالولة تعال واحنا ناصر فرجل ذهب لانصاء الحق هذا واحد اثنين احنا يعني افصد مثال احنا بلعق نعرف انه لما كان ابو علي انت ليه بتغير الموضوع يا ابو علي انا سألتك يا الامام الحسين انا عارف ان الشيعة القفة دعوه ينصرو ثم عدوا عليه فقتلوه كما قال زين العبدين في مستدرك الوسائل عندك بس مش دا سؤال يا ابو علي انا سؤالي ليك يا ابو علي الامام يعلم الغيب ليش اخذ الاطفال والنساء والصبيان معه هل اراد الامام الحسين ان يكونوا النساء سبع عند يزيد يا ابو علي هتتهموا الامام الحسين بدياثة كمان تفضل. لا لا لا. يبقى اذا تقول ان الامام لا يعلم الغيب. ده افضل حل لك. ايدي. لتخرج من المأزة تقول الامام لا يعلم الغيب. الامام يعلم الغيب. انت بتشرب شجاير يا معالي. بتشرب سجاير صح? طبعا اللي ليش حرام. لا وانا قلت لك حرام ستايا شفتك وانت بتولع. اه شفت شفت لماح انا في الحاجات دي لماح او بصناد انا وان شاء الله. بتشرب كم سجارة في اليوم يا معالي. اه مش موضع. خمسة. خمس سجاير على اه لا المفروض يكونوا اتناشر يا معالي. تعرف ليش? ليش. حتى قلت معاش. وانت كم تحصل من القنوات. بالله عاليك مش شاء. ما انا مش مش هفتح. ما افتح اعلانات من مولة هقولك. ما لسه ما فتحتش اعلانات من مولة. طيب انت سألتني انا جاوبتك. اسمعني شوف مين اليهو. انا بقول لك انا مش فتح اعلانات من مولة. وبعدنا على فكرة انت عندك الشيخ جواد الابراهيم اللي اللي لسه محبوس بفضل الله ربنا جعلني سبب في حبسي. اتصلت عليه. ربنا جعلني سبب في سجن. اتصلت عليه. وسب سيدنا وبكر وسيدنا عمر. ورفعت الاتصال والكل سمع. والحمد الله تمت مقاداته في العراق اللي انا محكمته. ان شاء الله احمد الشرازة هي القادة بازن الله في الكويت. برجع لك يا ابو علي علشان ما نغيرش الموضوع اللي يهديك ويشرح صدرك الحق. لان المان حسين يعلم الغيب. ليه اخذ معه النساء والسبيان? تفضل. طيب متسألتنا عسي جاي. انا سألتك كيف تبقى ابو حمد القناة. بل بل بلتلك والله مش مفعل الاعلانات الممولة. اطلع من قناتي مش مفعل اعلانات يا ابو علي. ابو علي خلانا اخذ فصل وانت معي يا ابو علي للمشاهدين كده. لحسين انت كنت عايزة نسمعهم يا شرازية. يا شرازية يا اسافلة الورى يا عمي يا صم بلا اذاني. اني لأبغضكم وابغض حزبكم. بغضا الاقل قليل هي اضغاني. اضغاني اه يا شرازية يا ارازلة الورى. تفضل يا ابو علي. ابي ايبا الامام الحسيني كان بيعلم الغيب. ماذا استفاد الامام الحسيني بعلم الغيب. اخذ النساء والسبيان معه وفعل. بالله عليك يا ابو علي عرفني. مين من الام استغلال. الامام علي يعلم الغيب. وسب السيدة زراء تفتح الباب عشان يكسروا دلعها. الامام الحسين يعلم الغيب واخذ النساء والسبيان عشان يقتلوا في قربلا. الامام علي يعلم الغيب وخرج ابن ملجب عشان يقتل. الامام الحسين يعلم الغيب وشرب السم وهو يعلم الغيب وهذا انتحار. الامام يعلم الغيب وراحة سجن. الامام يعلم الغيب وهتقتل المرأة التميمية سعيدة التميمية ديت اللي هي اللي هتقتل امه كلمة. استفادوا الا امه من ايه من علم الغيب وانتو انت عايز ان تشركه وخلاص يا ابو عالي انت عايز يبقى فيه شركه وخلاص لا لا والعياذ بالله الله يبعدنا بالشرك ولكن كل من قال كل من قال انه انه فاطمة الزراء كسها ضلعها كذاب وهذا اصلا الحديث ضعيفة هذا ابو الحسن علي نفس احاديث علم الغيب ضعيفة هي كمان والله يا ابو عالي اكسم بالله خلينا اسمعك انا مو من اي شخصي ولكن هي اصلا موجودة وانت تعلم هذا الشيء ودائما تقول نفس الحديث انه تقول انه اصلا عندنا احنا بلا حديث وهذا ضعيف ابو علي اتفضل انت باين عليك انسان عاقل وانا بحب الشيع العاقل وانا ارى فيك ذلك الله يسلمك انقرت على الشرازية وانقرت قصر الدلع الاتهام سيدنا علي فطب يا ابو علي اكيد علم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم لو انا جبتلك ايه ابو علي وانا عدمك انسان عاقل لو جبتلك ايه من القرآن الكريم بتبين لك ان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم صلى الله عليه وسلم تترك علم الغيب للائمة اه اه رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج اصلا اه كان يعلم الغيب وكان عن الوحية من ايه يعلم الغيب لا لو انا بينتلك دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لو ببتلك دلوقتي لو كنت اعلم لو كنت اعلم لا استكثرته من الخير ايه هذا يعني لكلمك ماشي غيبي او جاهل وانا بداية الحوال قلتنا خليل ان اتكلم بادب من غيائسة او تقليل نعم صح او لا صح او لا ولو كنت اعلم الغيب لا استكثرته من الخير لا استكثرته من السوق فالإمام حسين لو كان يعلم الغيب يا ابو علي ما كانش مسه السوق في قربلاء والله والله ما كان مسه سوق في قربلاء والله كمان القرآن هو يا ابو علي وانت انسان عاقل انت العاقل ان شاء الله ولكن هو خاج لو لا قتل سيدنا الحسين اليوم ما ابو قت ذكر خالدة طب بالله علي كان انا كأذنك يا ابو علي بعقول المسلمين ابو علي ذكر ايه بس يا ابو علي وانت كاي تغني هنا بالله ابو علي خلي الذكر دي بعدين بقى نتكلم فيها وانت بس خلنا الاول في علم الغيب انا بينتلك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو يعلم الغيب يقول لا استكثرت من الخير يعني مثلا يعني استكثرت من الخير يعني يعرف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فلان هيكثر هيزيد الاسعار في السلعة الفلانية فخلاص كان ممكن يأتي بالاشياء قبل ان تزيد الاسعار او شيء ده الاستكثار من الخير مثلا وما مسانيا السوق النبي مس السوق صلى الله عليه وسلم صح؟ صلى الله عليه وسلم يعني في قرب اكيد في غزوة احد اما كسرة ربعية وشجرة وسل الجزور المهودة على ظهره في مكة صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد وغيره وما أهل الكوب الحجارة وما مسني السوء فالإمام حسين أيضاً هكذا رضي الله عنه وعليه السلام لو يعلم الغيب إبو علي حبيبي لو يعلم الغيب الإمام حسين مكانش مسه السوء وكمان مكانش أخذ النساء والله ما كان رح لكارملاء فنتفق أنا ولا خلص الأمام لا يعلم الغيب رامي رامي أنا اللي خلاني أكلم أنا ما كلمت مع كل تقدير واحترامي المشايركم الوليد إسماعيل أو أشرف أو كلهم كل الناس إلهم محل تقدير واحترام وبالأخير هو كل إنسان مؤمن بشيء ويطرحه هذا شيء منتهي من عنده ولكن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يهبط عليه الوحي وأما عن الاثنى عشاء المعصومين كان يعملون بما شاء الله سبحانه وتعالى أبو علي بالله عليك بقى الإمام لا يعلم الغيب كما بيينت لك أبو علي خلنا بيينك حاجة خلنا شرحك الموضوع الأول إيه هو الغيب؟ الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة والغيب غيبان غيب مطلق وغيب نسبي الغيب المطلق دوت كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لله غيب السماوات والأرض فالذي يعلم الغيب المطلق هو الله الغيب النسبي هو الذي يطلع الله تورك وتعالى بعض أنبيائه عليه تأييدا لنبوتهم وقال تعالى في القرآن إلا من ارتضى من رسول فما يرتضي من رسول بيعلمه الغيب تأييدا لنبوته زي ما النبي تمتع فيها ثلاثة أيام ما عكروا النقا خلاص قدامكم كذا ما يقول للوت خلاص العذاب هينزل فحذرهم وقام قومهم لا يسمعون ذا إما النبي يخبر بالغيبيات فكل هذا من الغيب النسبي اللي ربنا أطلع بعض أبياء عليه بدليل من القرآن هو لكن ما في أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب النسبي وضح لك يا بو على الله يشرح صدرك ويوفقنا رامي رامي احنا على الهاواء والناس تسمعنا وأنا أكلمك من منطلق العقل والمنطقة اسمح لي الله يوضح منك خلينا شوية نبعي الغيب واجعلك ما هارب من السؤال اللي فضلت فيه والله ووعدك ما هارب منه ولكن الناس يعني الناس على قدر عقولها مثل ما موجود عندكم أنه ناس تؤمن بالصوفية وهو عندهم أحسن المذاهب يبو علي أنا ما هارب من الموضوع بس اسمح لي قليني جعلك قلت لك أنا ما هارب من الموضوع جعلك نفس الموضوع ولكن مثل ما عندكم ناس مؤمنة وواقعة احنا عندنا عند الشيء عن نفس الشيء موجودين يعني مثلا يعني فيه ناس مثلا تدخل على السستاني السستاني لا يتكلم ولا ينطق ولا 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 أغري ورجل إيراني ومجرد منصب بريطاني قال لي الاعتدال أمة الشيعة أمة الشيعة لأنه ليس بس بالعراقي قلدون السستاني فيهم مقلدين إلى بالسعودية وفي باليمن وفي لبنان وفي إيران وفي موجودين بالعراق صح؟ نعم فكل ناس عدها يعني عاقلة بموضوع وفيه أشياء كثيرة فيه أشياء كثيرة سلبية من ضمنها لما تدخل الكربلة يمكن أحد كلمك حديث تستغرب منه لما تدخل للإمام الحسين وانت داخل راح تشوف مثل المحلات وفيها ألعاب لعبة دمية نعم هذه الدمية هذا عقيل هذا مثلا فاطمة الزراء عليه السلام هذا هذا والناس تحط فلوس للمكسب ويدخلون ويبنون المستشفيات باسم السستاني وغير السستاني مستشفيات ما يبقى مستشفى بالعاء وفيه فضيحة جديدة موجودة وأحد العلماء الشيعة فاتح مستشفى أو مستشفتين ويستغل للناس هذا موجود موجود ولكن ممكن للناس طب ممكن أسألك سؤالي أبو علي أبو علي فضل إنت لماذا لماذا لا تريد أن تتسنم أسألك أنا دخلت على سؤالك مو حتى أسألك سهل تفضل سهل عما تريد أنا أسألك أنت يعني المضمون اللي أنت تحب توصل للناس هذه هذه تفرقة الناس اليوم مثلا عايشين عدنا بالعراق مثلا عايشين مثل ما موجود مسيح وموجود صابعة وموجود سنة أبو علي اسمعني زي ما بسمع نعم بس يا أبو علي دلوقتي هذه الكلمة برضو قيلت للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وقالوله يعني أخوك أتى يفرقنا ويأتي إلينا في مجاليسنا ويأتي ده أنا ما بأجلكمش في مجاليسكم ده أنا في بث من بيتي بص يا أبو علي سيباكم موضوع التفريقة وإننا بنفرق وبنعمل فتنة لأن الجميع يعلم أننا لا نعمل فتنة ولا بننادي بطائفية ولا بننادي بقتل وأنا يا أبو علي والله وهذا الكلام يشهد الله وأنا مش عارف أنت تصدقني ولا لو أنا معي مسدس يا أبو علي وأنت أمامي الآن هل ترى أني أقتلك؟ لا أحسنت يا أبو علي ويشهد الله أني لا أفعل معك ذلك يشهد الله هل تعلم يا أبو علي؟ ولكن لو أنا كنت في مصر ولو أنا كنت في مصر يعفون أنا شيعي لن يقتلك أحد أكيد لا ما يقتلوني ولكن يعاملوني سوء المعاملة لا يا أبو علي بس أنا أقول لك على حاجة أبو علي ولكن ممكن يعاملوني اليهودي أحسن المعاملة ولكن يمكن خليني معك أقول لك لأن إحنا اليهودي ما جاش وقال لها يعني بس يا أبو علي لا نذكر على مر الطريق إن أحد من اليهودي أو النصارة أتى يتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تهموا النبي قالوا عنه ساحر قالوا عنه ساحر ومجنون اتهموه لكن أشد الاتهمات اللي بتؤذي الرجل الأول اللي اتهم في العرض يعني لو أحد دلوقتي شتمني بخلاف ما يتهمني في عردي دي بتبقى فما شفناش اليهود ولا النصارة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد منهم جدتها من نبي في عردي لكن الشيعة أذى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في عردي أكثر مما أذاه اليهود والنصار أو فعله مما لا يفعله اليهود والنصار خلنا نرجع يا أبو علي في موضوعنا تاني إنت يا أبو علي علشان المداخلة طولت وعند تصالات كثيرة وإحنا بقلنا 21 دقيقة لماذا لا تكون سنيا إشكال على أهل سنة والجماعة تحب حلوا لك إن شاء الله والله ما عندي مشكلة ويشرفني هذا الشيء تعرف ليش يا رامي عيسى ليش لأن دينكم دين الحق الله أكبر طب أطلب منك طلب فضل أتواصل معك بعد البث وأعطيك الودوء الصحيح فيديو قصير كده أنا متوضيه دقيقة ونص ولا حاج الودوء والصلاة وتجرب هذا الودوء الصحيح والصلاة وتجرب بس رقعتين اتنين وتدعو الله فيه ممكن يا أبو علي ولكن لكن اسمح لي اسمح لي اللي أنت طائحة على عين معاصي ولكن مثل ما أنت مؤمن منذ ولادتك أنا دينك حق أنا أمن ديني حق أنا عزرك يا أبو علي بس أنا بقولك هنجرب هنجرب الودوء ده توعدنا أن يتواصل أنا وأنت بعد البث ماشي؟ هديك رقم الخاص هكتب لك رقم الخاص وتجرب فقط والله يا أبو علي كذا واحد جرب هذا الودوء وهذا الصلاة أكسم بالله يعني أتى لي الأخت المهتدية حافظة عائشة اللي كلمتنا مبارك بتقول لي يا شيخ والله نحست بشيء غريب أخي تاني اسمه أحمد قال لي والله أنا بقيت كل ساعة توضى واتصل علينا من كمية الراحة والسعادة اللي كنت فيه فهبعدها لك يا أبو علي تجربها بالله علي وأنا سعيدني بتواصل معك ممكن يا أبو علي؟ أخي عمي عيسي نعم أن يأخذ بيدك إلى نور التوحيد وأن يهديك وأن يريك الحق حقاً ويرزقك اتباعه وأن يريك الباطل باطلاً ويرزقك اجتنام دوت يا أبو علي نعرف أنت معي في البس الآن دوت رقم رامي عيسى الخاص وأتمنى يا أبو علي تتواصل معي عليه بإذن الله الله يشرح صدرك الحق ويأخذ بيدك إلى نور التوحيد ويكفي الكلمة التي أنت قلتها أنتم على الحق فما أنك تعلم الحق فلزم الحق يا أبو علي لن تخسر الصحب هتربح الصحابة لمئة أكثر من مئة آية عشرات الآيات في القرآن بتوسني عليهم يا أبو علي ودعك من الروايات المجوسية التي عليها السستاني وغير كان معكم الحج أبو علي من العراق أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد